تعالوا روح لأخبارنا والأخبار تبدأ من عند النادي الأهلي هحكي لك قصة كده على محمد الشناوي المنازمة محمد شناوي كان عنده خطأ النهاردة مالوش لازمة الحارس الكبير الحارس العظيم حارس منتقى مصر الأول عشان محدش يفتكر انه تساب كل حاجة وتبسي في خطأ الشناوي سنبقول ليه مالهاش لازمة انا بقى لا من فكرة انه مباراة زي كده ممكن تتعقرب بأخطاء زي دي محمد عمينان برضو كان عنده كان موحدة كده ايه زودها شوية تتعارب يا جماعة مباراة سهلة اوش ما تتعاربهش خلص سهل على نفسك وتبقى الامور بسيطة عايب حانش نوعه خارج بعدما كواك هتخبط في رجل وتروح للاجب بتاع سان جورج اللي حطاها طبعا بشكل ساذج جدا وكويس انه حطاها بشكل ساذج جدا بس طلع عاوت طلع عاوت مش مش كده هياخده الاوت هيعمله بايه بسيطة يعني مثلا ده حارس كبير وحارس خبر بس حط كل ده على جنب خلاص المباراة خلصت ومحمد شلناوي يبقى حارس عظيم وكبير فيه نقطة مهمة جدا محمد شلناوي كان عنده عروض خالجية وسعودية كبيرة جدا في فوضة الانتقالات الصيفية الماضية وانه دي الاهلي بين قصين كده راضى محمد شلناوي عدله التعاقب بتاعه بالنسبة ليه الامور المالية عقد محمد شلناوي ينتهي في صيف الفين خمسة وعشرين والاهلي عفوا في ينايد الفين خمسة وعشرين والاهلي عايز يمدد عقد محمد شلناوي لحد صيف الفين ستة وعشرين يعني يقدد له موسم ونصف تانيين عشان يخلص زي ما قلت لكم في صيف الفين ستة وعشرين عقده مع النادي الاهلي الراجل شلناوي ما عندهش ماناة ولو بصراحة شديدة لو بصراحة شديدة بنتكلم بقى عن الانتماء والوفاء والتنازلات وواواوا فهتحط محمد شلناوي في الصدار عشان التفاصيل اللي من جوه كتير الراجل ده كان بيتعيد عليه أرقام خيالية خيالية آه ما كانتش بيقول لأ بالمناسبة بس كان بيسيب النادي الاهلي هو اللي يختار يقول الاهلي هو لو عايز نمشي همشي لو مش عايز نمشي مش همشي والاهلي كان بيختار إيه إنه ما يمشيش تمام والراجل بيلتزم في كل هذه الأمور من حيث المبدأ محمد الشلناوي مستعد إنه يجدد تعاقده مع النادي الاهلي حتى صيف الفين ستة وعشرين بس محمد الشلناوي عايز ترضية أكبر مالية ترضية أكبر وعشان يبقى كلام دقيق هو لا يتشارط على النادي الاهلي يعني ما سألنا قالوا إنه الراجل مش بيساوم أو أي شيء بس بيطلب ترضية زيادة أرقام زيادة وهو عنده سببين أول سبب إنه بيجي له عروض كبيرة جدا 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 الفارق فيها ما بينها وما بين عرض النادي الاهلي كبير أوي 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 حاجة تانية إنه برضو فيه لعيبة أجانب في النادي الاهلي عشان هو ما زال حتى هذه اللحظة محمد الشلناوي لديها عروض من الدوري السعودي ووديف على الدوري القطري وأيضا الدوري الإماراتي ده فيما يخص محمد الشلناوي